بسم الله الرحمن الرحيم دكتور ايمان احمد خنفور أمام اناتومي و امبيريولوجي مستر ديجري ان اوبستاركس انتجيناكولوجي ام ارسي اوجي فاكالتي اف ميدسين اليكزاندر اونيفورستي سوف نرى النيرفز بتاعت السوركس سوف نتحدث عن الفيجاي نيرفز فرينيك نيرفز سيمباسيتيك ترانك والاوتونوميك بليكساسيز وطبعا اين بتوين حيكون فيه مجموعة من الشورت كوتشنز نبتلل الوقت بالفيجاي نيرفز طبعا فيجاي هي جمع فيجاس وفيجاس جاية من كلمة فيج فيج يعني غامض ليه غامض؟ لان الكورس بتاعه هو بينزل في النك وبعين بينزل بطريقة معينة في الميديا ستاينام وبعينبع كده يخم الدافراج وينزل الى الابدومين ويغير اسمه علشان كده هو تسمى فيجاس جاي من كلمة فيج زي ما قلنا تعال نشوف الكورس بتاع فيجاي نيرفز ادي الرايت فيجاس و ادي الليفت فيجاس نبتلل الوقت بيه اللي هو الرايت فيجاس وتعال نشوف مع بعض اول حاجة هو ات انترز حياتكسر حيدينا حاجة اسمها رايت بوستيريور بلمونري بلكسس ثم ثم ، ثم ثم loops ثم ثم تنظر ثم ثم تنظر ثم ثم تتمره مرة اجد من الشهر وغير ال strange to be the posterior gastric nerve which passes through the oesophageal opening of the diaphragm to reach the abdomen ناخد the Left Vigas إنتهي الزراكس بسيطة بين المسيطة المسيطة و المسيطة 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 ثم إنتهي الزراكس المسيطة المسيطة ثم إنتهي الزراكس المسيطة بعد تركيا الأولمان�� بعد ذلك ، إنه ملتقى عدد ونفقه ومن ثم بلتقى على الجنين لإنهار المنطقة للنفقه آخر ، إنه ملتقى عدد وانتقال الأمام which passes through the esophageal opening of the diaphragm to reach the abdomen أعتقد أن أسهل طريقة للمذكرة ال V-guy nerves إن إحنا نحطهم كده هو In comparison ونلاحظ إن الright gastric nerve أما بيتغير اسمه يدخل إلى الأبدوم بيبقى اسمه Posterior Gastric Nerve والLeft Vegas Nerve أما بيتغير اسمه يدخل إلى الأبدوم بيتغير اسمه ويبقى اسمه Anterior Gastric Nerve المسميات ديت بيحصل فيها confusion شوية Always remember that Left Vegas Becomes Anterior Gastric Nerve Left Vegas Becomes Anterior Gastric Nerve Right Vegas Becomes Posterior Gastric Nerve الآن نشوف البرانشز اللي حده لنا ال V-guy nerves مبدئياً أنا أقول البرانشز بتاعت ال V-guy nerves المقصود بيها اللي هي في منطقة السوركس لأنه بيدي برانشز معينة في النك أما بينزل الأبدوم بيدي برانشز معينة في الأبدوم بزول اللي هي اتبعونا دلوقتي هيا بيكلم عن البانشز بتاعته في السوركس أول البانشز بيدي هنا اللي هو Lift Recurrent Laryngeal Nerve ده طالع من Lift Vegas وRecurrent يعني بيلف ويرجع تاني إلى النك لفوق عشان يوصل لللانكس عشان يغزي Laryngeal Muscles طب أسأل نفسي الله هو ما فيش Right Recurrent Laryngeal لا طبعاً فيه Right Recurrent Laryngeal بس بيلف من تحت السبكليفير الأرتري الكلام ده بيحصل في النك وأنا بقول من الأول أن البانشز اللي بقول لها دي في منطقة السوركس الكلام ده قشرنا عليه قبل كده في محضرة الـ Contents بتاعة الميجاستاينر طب يبقى قولنا دلوقتي أول البانشز بيدي هنا اللي هو Lift Recurrent Laryngeal بعد كده بيشارك في عمل مجموعة من البليكسز بيديها البارا Sympathetic Element بتاعها ايه أسابيع البليكسز اللي عندي؟ عندي Cardiac Blexus Anterior Pulmonary Blexus Posterior Pulmonary Blexus وأسوفيجي البليكسز دي مجموعة البليكسز الموجودة في الميجاستاينر اللي هو الميجاستاينر طيب الصورة ديت عارزين نشوف هنا شكل قادي Lift Vegas وهو عامل Cross للقرش بتاع الأول Right Vegas وهو نازل على Right Side of the Trachea ونشوف هنا ان الاتنيب بيتكسروا بيعملوا حاجة اسمها Oesophageal Blexus وعما كده بيعدوا من Oesophageal Opening بتاع الDyafrag وينزلوا الى الابدومن وبيغيروا اسمهم زي ما قلنا قبل كده الصورة ديت بتأكد فيها على ان أنا عندي Right Recurrent Laryngeal تبدأ منطقة الNeck انما Lift Vegas اهو بيجيني Lift Recurrent Laryngeal اهوت وينبقى هنا بيلف من تحت الأرش بتاع الأورطة عشان كده بيحصل منطقة ايه اميجاستاينر طيب نقول بعض القانون هنا عشان ما نقرب بين الVegari والPhonic Nervis ان سواء Right Vegas او Left Vegas اللي اتنين بيعدوا Behind Corresponding Prunkers ما حنيجي نتكلم على Phrenic Nerves حليهم بيعدوا In Front of the Corresponding Frunkers تعالي نشوف سؤال Which of the following is not true as regard the Left Vegas Nerve تعالي نقرب كده مع بعض It ends as the posterior gastric nerve اه اه انا سؤال زي ده كده ممكن اول item ما ارخص انا مش محتاج اقرأ الباقي ليه؟ لان انا عارف ان اللي هو Left Vegas سيدينا Anterogastic Nerve هذه كده الاجابة الصحيح طب كده وصلنا لتاني مجموعة من Nerves وهي Phrenic Nerves واي حاجة فيها كلمة Phrenic يعلق في زيني على طول يبقى لها علاقة بمن بالDiafrag تعالي نشوف origin بتاع Phrenic Nerves Phrenic Nerves سواء Right أو Left بيطلعوا من C3 4 and 5 mainly C4 طيب هنا هتكلم على Right Phrenic وهنا Left Phrenic إبقى القانون اللي عايزين نمشي عليه بالنسبة لكل واحد من Phrenic Nerves عشان نحفظ الكورس بتاعه بالنسبة لل Right Phrenic الكورس بتاعه كله على بعضه Venus C4 يعني بيمشي معظم مسافة بتاعه على veins أو Venus side of the heart إنما Left Phrenic كل الكورس بتاعه Arterial يعني بيمشي عامل ما بين Arteres أو Crossing Arteres أو على Arterial side of the heart تعالي نطبق الكلام ده ونبدأ دلوقتي به اللي هو Right Phrenic شوف مع بعض أول حاجة هو بينزل على Right side بتاع مجموعة الحاجات الفينس اللي هقولها ديت أول حاجة بينزل على Right side of the Right Innominate vein Subir Phrenicava Right Atrium And Infer Phrenicava عشان كده قلنا الكورس بتاعه كله يعتبر Venus طب أثناءه هو نازل شو بقى قلوحنا قبل كده وهو نازل بيكون إيه علاقته به اللي هو البرونكس أو الروت بتاع Lung بيكون In Front Of It عشان نتقارن بينه وبين الفيجاس الفيجاس كان بيبقى Behind إنه بيكون إيه In Front Of The Root Of The Right Lung طب بعد كده خلاص مفيش قدامه إنه يخرم الDiaphrag وخلي بالكم هنا بيعمله Sublime منين واضح من الصورة من Inferior Surface بتاع الDiaphrag تعالوا نشوف بقى الكورس بتاع الLift Phenic ونشوف إزاي قلنا إنه هو يعتبر Arterial Course أول حاجة عامل زي الفيجاس بالظبط It enters the thorax by passing between the left common carotid and left subclean arteries طب بعد كده بص هنا الحتة دي زي الفيجاس بالظبط وطبعا زي ما قلنا إنه هو سواء الright أو left the guy nerves علاقتهم A-B اللي هو الroot بتاع lung بيعادوا in front of the root of the corresponding lung وأنا بعد كده بينزل على اللي هو the lateral side of the left ventricle طبعا outside the bricardium وبعدين بيعملوا supply للـ diaphragm منين؟ برضو من the infusors برضو أحسن طريقة اللي مذكرت الفيجاس إنه نحطوهم انكمبازيوم كده هوت نشوف إن الright phrenic معظم الكورس بتاعه venus course left phrenic معظم الكورس بتاعه arterial course طبعا سواء الright phrenic أو left phrenic اللي اتنين بيعادوا in front of the root of the corresponding lungs الright phrenic بيمشي على right side of the right atrium طبعا outside the bricardium الleft phrenic بيمشي على lateral side of the left ventricle برضو outside the bricardium الright left phrenic نيرف بيخرموا ال diaphragج ويعملوا سبلاي من inferior surface بتاعه طبعا تعالا نشوف الbranches بتاع phrenic نيرف طب وأسأل نفسي سؤال مهم جدا هو phrenic نيرف ده يعتبر sensory أو motor الحقيقة هو اعتبر mixed نيرف طبعا ميكسد يبقى شوف motor element بتاعته بتعمل supply لإيه والsensory element بتاعته بتعمل supply لإيه بالنسبة للموتور أكيد بيعمل سبلاي للدائفراج وخلا بقى لكم كل واحد من الفينيك نفس بيعمل سبلاي للcorresponding half of the diaphragm وبيعمل له سبلاي منين؟ من inferior surface بتاعه طب بالنسبة للsensory element بتاعه بيعمل سبلاي مين بقى للبريكارديام سايماس ميديا ستاينا البلورا زي ما أخدنا قبل كده مع البلورا وعين بيدي شوية filaments للسيلياك بليكسس تعال نشوف شكل الفينيك نيرفز ويهمني جدا في الصورة دي ان هما سواء الright phrenic أو left phrenic العلاقة بتاعتهم بالنسبة للهات بيكونوا outside البريكارديام تلاحظوا ان هما موجودين كده في الميدل ميديا ستاينا نتضرب على كام سؤالك بالنسبة للبريكار of the following is correct as regard the right phrenic nerve it is formed mainly by the third cervical لأ طبعا بتاع mainly برقم أربعة أو بيكونوا من ثلاثة أربعة وخمسة احفظها دايما الرقم الوسطاني هو ده الأساس بتاعه mainly from c4 يبقى روحة دي غلط طب it is entirely a motor nerve نحن نسألين هوا mix it it is lateral to inferior venicive آه right phrenic الكورس بتاعه ايها جماعة يعتبر venus يبقى هي دي the choice answer which of the following nerves is related to the venus side of the heart أنا من غير مققى النيرفات دي كلها أنا عطولي إجابة حضر في دماري اللي هو يعتبر مين يا جماعة الright phrenic which of the following is not true as regard the left phrenic its root value is c3,4 and 5 مايام it crosses the arch of the outer نكلم على left phrenic آه عمل نكروس الأرش على الأورطة it supplies the fragments so it's superior surface آه هنا وضع على الصورة ايه انه بيعمل supply من أنوي سيرفس من الإنكروس وصلنا كده لثالث نيرف عندنا موجوده من جاستاينام وهو السيمباستيك ترانك السيمباستيك ترانك تعال نشوف عبارة عن السيمباستيك ترانك السيمباستيك ترانك سيرفايكال سيمباستيك جانجيلون وبيعمله حاجة اسمها استيليت جانجيلون ليش اتلاقي عامل زي النجمة تعال نشوف الكورس بتاعه أول حاجة هو it enters the thorax by crossing the neck of the first rib آه وأنا بسجل حتة دي أبدأ أستجمع بقى وأسترجع معلوماتي السابقة أما أخذنا ال first rib كان الريليشن بتاعت النك بتاعتها anteriorي مهمة جدا كانت related لثلاثة structures واحد منهم كان اللي هو السيمباستيك ترانك لازم نربط المنهج ببعضه بعد كده بينزل the descendants downwards on the head the corresponding ribs the descendants more and more ازاي بقى بيسيب السوركس ويدخل الى الابدومن انها بيعدي deep to the medial arcuate ligament of the diaphragm دي فتحة من الفتحات الموجودة في ال diaphragm اسمها medial arcuate ligament بعدي منها السيمباستيك ترانك حتى اسمه السيمباستيك ترانك بدأ بحرف ال S والفتحة دي بيعدي منها بعدي منها بعدي منها بعدي منها بعدي منها بعدي منها بحرف ال S اسمها source measure طبعا انا بدايتها بيه بس بتتنطق S ال NB silent يبقى الفتحة ديه اللي هي medial arcuate ligament بعدي من تحتها two structures لهما Sympathetic Trunk والSauce Measure ونخطهم بالترتيب كده اول حاجة هو بيدي communicating branches ايه المقصود بكلمة communicating branches ديه اللي يديها السيمباستيك ترانك في اي ريجون او في منطرة السوركس او في الأبدومن او في البلفس بيدي حاجة اسمها communicating branches تدخل جوه corresponding spinal nerves وتتوزع من خلالها بعد كده بيدي بيشارك في عمل مجموعة من البليكساس زي ايه السفجير بليكساس البالمونري بليكساس الكارجيك بليكساس ونلاحظ كلهم اللي بيشارك فيهم هما الجانجيا من رقم one to four يبقى من one to four كلهم بيشاركوا في عمل اللي هو بليكساس يبقى بيدوء السمباسيتيك element طيب بعد كده عندي مجموعة من السبلانكنك نيرفز يعني كل السبلانكنك نيرفز هتنزل الى الابدومن عشان تشارك فيه اللي هو السمباسيتيك سابلاي للابدومينال فيسرا طيب اذا نحفظهم سهلة جدا احنا قلنا من واحد الاربعة بيشارك في عمل بليكساس طيب انتهي برقم اربعة خد اللي بعد كده اللي هو خمسة وستة وسبعة وتمانية وتسعة يبقى من خمسة لتسعة بيدينا حاجة اسمها جريتر سبلانكنك نيرف طيب انتهي بتسعة خد الاتنين اللي بعد كده يبقى عشرة وحداشة حيدينا ليزر سبلانكنك نيرف الله طيب انه عندي جريتر وليزر طيب ايه بقى اللي اصغر من ليزر بقى يبقى اخر واحد اللي هو اسمه ليوست سبلانكنك نيرف وده بيطلع من السمباسيتيك جانجليون رقم اتناشا تعال نشوف شكل السمباسيتيك ترانك هنا طبعا زي ما قلت ابقى هنا هو وان اون ايتش سايد وهنا بعده دي سايد فيو من كادافيرك سبيسمان ادي الفيرتبال كولون اهو وهدي الهيد بتاعت الريبس وينازل عليها السمباسيتيك ترانك وطالع منه البرانشات اهوة دي تقيمان اللي هي السبلانكنك نيرفز طب ده الحقيقة هوريزنتال سكشن بيبينني هده ادي الفيرتبال كولون و ادي السمباسيتيك ترانك واندقق هنا في الحتة دي هلقي يطالع منه كوميونيكيتنج برانشات للكورسپوندنج سبينا نيرفز اللي هي بتكون لي مين؟ اللي هي الانتركوستان نيرفز اللي احنا قدناها قابل كده تعال نشوف which of the following is not true as regard the sympathetic trunk it crosses the neck of the first rib طابعا بيعملاك cross it gives the cardiac branches اكيد it is one on each side طابعا it lies in the middle mediastinum دي بقت غلط لانه it lies in the posterior mediastinum نشوف هنا the laser splanchenic nerve is formed by branches of which of the following thoracic sympathetic ganglion سؤال زي ده ما عودش بقى ألخبط نفسي وأقرى كده أبدأ أستجع في ذهني الأول وحطوا معي القانون احنا قلناه وانا عندي من واحد الاربعة بيشارك في عام بليكسز من خمسة لتسعة greater يبقى تسعة وعشرة إيه laser splanchenic nerve وصلنا بقى الآخر محطة عندنا وهي Autonomic Blyxuses ونبتدي بأول نوع من البليكسز اسمها Cardiac Blyxus كده عندنا فكرة عنها قبل كده ما اخدنا mediastinum وعرفنا أني عندي بليكسز اسمها Superficial Cardiac Blyxus والتانية اسمها Deep Cardiac Blyxus أريد بقى أحدد accurate position بتاع كل واحدة فيهم بالنسبة للSuperficial Cardiac Blyxus موجودة على right side of ligamentum arteriosum below the arch of the aorta Deep Cardiac Blyxus موجودة in front of the bifurcation of the trachea دايما الأسامي اللي هي ريوان بعضها حطها in comparison وانت بذكر طيب التاني بليكسز عندي اسمها Coronary Blyxus أكيد من اسمها حكون موجودة على الول بتاع coronary arteries بليكسز البليكسز بعد كده اسمها pulmonary blyxus وأكيد من اسمها هي أكيد طبعا موجودة في الهايلم حيث أنا عندي اثنين pulmonary blyxuses anterior and posterior بالنسبة لكل واحد من الهايلم of the lungs بليكسز اسمها أسوفجيال بليكسز دي مين اسمها؟ أكيد موجودة طبعا على اللي هو الول بتاع الأسوفيجز وزي ما قلنا في الكورس بتاع الرايت والليفت في جاي نيفز اللي هما بيتكسروا بيشاركوا في عمل الاستوفيجيال بليكسز وبما انهم موجودين على الول بتاع الاستوفيجز يبقوا موجودين فين؟ في البوستيريور ميجا ستايلر شكرا 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 شكرا